الخبر الاول متعلق بالملف او الواقع اللي انا كلمتكم عنها مبارح ومفرضنا هنا بيها بالتحليل والتفسير وهي الواقعة بتاعة موظف المطار اللي كان صور فتاة مصرية موجودة في المطار من ظهرها وصور اماكن حساسة في جسدها تظهر مفاتنها يعني بدون علمها وبدون موافقتها وقلنا انه تم القبض عليه وتم التحقيق معهم من قبل النيابة ومبارح قلنا لحضراتكم انه الاجراءات كمان وصلت الى ان النيابة والنيابة العامة قررت احالة المتهم الى المحكمة وفي اجراء قضاء سريع النهاردة المحكمة حكمت في حكمها الاول على هذا المتهم الموظف بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 الف جنيه 3 سنين حبس و20 الف جنيه غرامة بس ده طبعا حكم اول درجة عشان برضو بكلام يبقى محدد لسه اجراءات التقاضي وحق الدفاع مكفول للمتهم حتى يعني ينتهي من كل اجراءات الدفاع والعدالة المكفولة له معنى كده ان العقوبة اللي انا قتلكوا دي وهي عقوبة شديدة 3 سنين و20 الف جنيه غرامة عشان التصوير خلصة لفتاة وانتهاك حرمة جسدها دون اذنها وموافقتها كلام بعد انا كنتم اقولكم بارع انه انا سعيد جدا بهذا الاتجاه سواء من النيابة العامة او من القضاء المصري انه هذا الاتجاه وتطبيق القانون سيعيد الخصوصية والحرمات الى اصحابها السوشيال ميديا والانترنت والموبايلات وكاميراتها للأسف الشديد انتهكت واستباحت الحرمات والخصوصيات ما بقاش في حاجة اسمها حرمة لحد او لسيدة او لفتاة او حتى لأسرة او اي حاجة كل حاجة مستباحة معك موبايلك تصور اي حاجة وتصور اي حتة وتصير او وكذا وتنزل على النت زي ما انت عاوز ولا حياته لمن تنادي ومحدش يعرف يقولك انت بتعمل ايه دلوقتي لا دلوقتي القانونة هو انتبه الى فكرة الحرمات والخصوصيات الاساس ان انا حرمتي وخصوصيتي وعرضي وحياتي الخاصة ملكي لا ثور التكنولوجيا ولا عولمة ولا انترنت ولا اي حاجة في الدنيا من حقها انها تنتهك هذه الخصوصية وتنتهك الحرمات والاعراض وتقولك هزدي الحرية حرية ايه حريتك تنتهي عند بداية حرية الاخرين وانت حر ما لم تضر مش تصور اخواتي وبناتي وزوجاتي وخلاتي وعماتي وتصورهم وتصورهم بدون علمهم ومن اماكن مش لطيفة في جسمهم وتنزلها عن نت وتقول استلمعي كاميرا الموبايل دي حياة عامة لا دي مش حياة عامة لا دي حياتهم الخاصة وكل منا له حرمته وله عرضه وله خصوصياته فان الاوان ان كلنا نحافظ على حرمات الاخرين لان ده اخلقنا وحيائنا الاسلامي والمسيحي والديني والمصري والاعراف والقيم التي تربنا عليها فان الاوان ان احنا نستعيد قدر مما فقدناه بسبب كاميرات المحمول لعنها الله